تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجز أخبار الآن دانت كل من فرنسا وبريطانيا استخدام روسيا لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي على بلدة خانشيحون السورية وعد رئيس الفرنسي فرنسو أولاند أن روسيا تتحمل مسؤولية ثقيلة بعد استخدامها حق الفيتو متاهما موسكو بأنها تحمي حليفها الأسد وتعرقل بصورة منهجية التوصل إلى حل في سوريا أعلنت غرفة عمليات قوات غضب الفرات في بيان لها بدء المرحلة الرابعة لتحرير ما تبقى من ريف الشمالي ووادي جلاب من مقاتلي داعش تمهيد لتحرير مدينة الرقة السورية وأضاف البيان أن المرحلة الثانية ستتم بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية وبدعم جوي مباشر من قوات التحالف الدولية تكبد أفراد داعش الإرهابي في آخر مع قلهم غربي العراق خسائر فادحة إثر قصف نفذته طائرات قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وفاد مصدر أمني أن قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب دمرت معملا لتفخيخ السيارات وصنع العبوات الناسفة وسيارة لتنظيم داعش غربي محافظة الأنبار غربي البلاد وضف المصدر أن القصف أسفر عن قتل وجرح العشرات من أفراد داعش سيطرت قوات الشرعية اليمنية على البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد وتلال تطل على المعسكر الواقع غربي محافظة تعز يأتي هذا التطور بعد أن حققت قوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي إنجازا عسكريا نوعيا من خلال السيطرة الكاملة على جبل النار شرقي مدينة المخة وجبل نابطة ومفرق موزع بالقرب من المعسكر أفاد معهد أمريكي متخصص بأبحاث حول كوريا الشمالية أن صورا التقطتها أقمار صناعية أظهرت أن موقع يونجي ري المتخصص بالتجارب النووية في كوريا الشمالية بات جاهز لإجراء تجربة جديدة ويخشى عدد كبير من المراقبين أن تكون كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية سادسة قد تجريها يوم السبت المقبل تزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المئة لولادة مؤسس النظام كيم إيل سونغ أعلنت السلطات المغربية اعتقال خلية إرهابية مكونة من سبعة متشددين كانت تجند الشباب لحساب تنظيم داعش وقالت وزارة الداخلية في بيان إن هذه الخلية كانت تجند وترسل متطوعين مغاربة إلى معاقل داعش في العراق وسوريا وكانت تنشط في مدينة تيفاس ومولاي يعقوب في شمال البلاد وبحسب الداخلية فقد تم ضبط ومصادرة أسلحة وبزات عسكرية ومالغ من المال وتجهيزات إلكترونية نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة